اهلا بكم الى موجز اخبار الان اختتمت في الرياض القمة العربية الاسلامية الامريكية بحضور الرئيس الامريكي وقادة الدول الاسلامية واكد البيان الختامي للقمة على تأسيس شراكة وثيقة لمواجهة التطرف والارهاب وادانة دور ايران والتصدي لتدخلاتها واكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ان بيان القمة يؤكد على اهمية محاربة الارهاب والتطرف افدى مراسل اخبار الان بان قوات الاسد تقصف بصورة عنيفة بالمدفعية احياء درع البلد بالتزامن مع تقدم عناصر حزب الله اللبناني الى مواقع في حي المنشية في المقابل تصدت فصائل الجبهة الجنوبية للميليشيات الطائفية ودمرت دبابة حسب تصريح غرفة عمليات البنيان المرصوص ومتزال الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة بشكل عنيف قتل ما يسمى بمسؤول الشؤون الادارية لنينوى والرقة في تنظيم داعش الارهابي محمد مجبل الجواري بضربة جوية غرب مدينة الموصل شمال العراق حسب ما ذكرت مصادر امنية عراقية هذا وتمكنت القوات العراقية امس من تحرير ست قرى ومجمع سكاني غرب الموصل اعلنت مصادر عسكرية يمنية ان اسلحة كيموية محظورة دوليا تابعة للحرس الثوري الايراني تم تهريبها الى ميليشيات الحوثي وحرس المخلوع علي عبدالله صالح على متن سفينة تموين تجارية دولية قادمة من جيبوتي الى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون قتل خمسة اشخاص وجرح سبعة وستون على الاقل في انفجار مخزن دخيرة تابعا للجيش السوداني في نيال عاصمة ولاية جنوب دارفور مساء امس بسبب احتكاك كهربائي بحسب مصادر عسكرية وطبية يأتي الانفجار غدا تشتباكات دارت في مناطق تقع جنوب ديالة بين القوات الحكومية وجماعة متمردة بعد اشهر من الهدوء سادت الاقليم المضطرب منذ عام 2003 انفجرت قنبلة صغيرة في مستشفى عسكري في بنكوك ما اسفر عن سقوط اكثر من عشرين قتيلا في يوم الذكرى السنوية الثالثة على الانقلاب العسكري يأتي تفجير بعد اسبوع على وقوع انفجارين مام مركز انتجاري في اقليم باتاني بجنوب تايلاند ما اسفر عن اصابة اكثر من 56 شخصا اعلنت شرطة دبي عن انضمام اول شرطي آليا دكي في العالم لصفوف كوادرها يتمتع بمزايا فريدة وسيكون على اهبة الاستعداد لتأدية المهام الموكلة اليه وتعاون مع سكان دبي وملايين السياح في شوارع المدينة نهاية المجاز الى اللقاء اشتركوا في القناة